بسم الله والصلاة والسلام على أطرف المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليم يا عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم على ترحيبكم بيا ربي جازيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم كنرحب المتتبعين الجدد اللي تحقوا بنا في القناة نتمنى لهم توفيق والناجح كما كتشاهدوا أمامكم الصورة ديالفيديو الجزء التالي تتمت نصف طوق الراندا القلب المشبك مع راندا الحبة نتمنى تدعموا الفيديو بجيم وبالبرتاج باش يوصل أكبر عدد من الناس وان شاء الله يستفدوا معنا هنمروا الخدمة ديالنا كما كتشاهدوا بعد ما قطعت نصطوق ديالي وطلقته يعني من الجهاتين ونبلته دابا غادي نبدأ الخدمة ديالنا كنديروا الدقة ديالته وهنايا غادي ندير الزيادة كذلك لاننا خدمت الزيادة الفوق باش كملت ربعات الغراز كذلك قسنا نزيد هنا هذه الزيادة باش نكمل كذلك ربعات الغراز تحت الرشمة كنبقى كنخدم السامبل حتى الوسط ديال الرشمة باش نفتح يعني زواقة موالية كما كتشوفو هنا داك العوينة اللي تحتك جوج الخيوط كننقذها وكنناخد الغرزة الموالية باش نوقف يعني المثلات ديال الزواقة ديالي باش ديال الرشمة في الوسط يعني مع الاسبقات كنستمر كنخدم الغراز ديالي عادي كنطلع بهات السامبل كي نفتح الرشمة في جهة الفوق ينقذ باش نكسي باش اشد باش نحاول ما امكن يعني ناخد الغراز كاملة اللي عندي فرندات الحبة كما كتشوفو هات الساطر باش كان فرقو رندات الحبة ما كتجينش يعني متراك ما كتجينش من داحسة ضروري كان فرقوها بهذا السامبل وكان وقفوها في الخدمة في نفس الوقت كان مقاطعة كان خدم الغراز تلوسات ديال الرشمة السابقة كما كتشوفو هات سننقذ يعني ذاك الغرزة اللي تحتك الجوجة الخيوط وناخد الغرزة الموالية ونوقف المثلات ديالي نص العبار مع اللي خدمت كما تنقض الساحل الغراز كلا كما ك لا تستطيع تعمل الغراز بالغراز كلا كما كما كنت تم تعمل الغراز كلا كلا كما كنت تعمل وبان لتنقض نهاية وهنا لهذا سنقضى زيادة الداخل مع الزيادة ويجب أن نقضي الغرزة ظهر في الجهة الفوك هنا لدي ربعة من الغرزة عليه بل رشمة يعني من جهة التوب كندير تقديل التوب كما كتشوفو كنزيرها يعني مزيان وكنخدم يعني الغراز ديالي عادي يعني بدون زيادة كنقها بعد كنعمر الغراز كاملة كنعمر في تلك الفراغات ثلاثة الغراز في كل جانب ديال الموديلات باش نوقفو في الخدمة يعني هذه حاجة مفهومة يعني سبقليش رحتها معاكم يعني في الزواقات السابقين كنوقفو هاد الموديلات ديالنا كما كتشوفو وكنهبطو يعني في الخدمة ديالنا عادي يعني تال الموديلات اللي في الجيهة التحت وكنخدمو الحسيرة يعني تجي مواقفة ومتقوقة يعني لخدمناها مرخوفة غتجمعها يعني الخدمة ديال الزواقات غتجي طايحة الخدمة ديالنا ولهذا كما كتشوفو دائما الحسيرة كنزيرها يعني في الغراز ديالها باش كتجي واقفة في الخدمة كذلك هنا كنخدم في هذه الموديلات لتدل غراز من كل جانب كنخدمهم يعني كنزيرهم مزيان باش توقف في الخدمة ديالي كنكمل دابة الباقي كنخدم هذه الموديلات الزيادة باش نحبس الزيادة هنا تحت كنستمر في الخدمة ديالي كندير دقاء ديال توب كنستمر في الخدمة دابة ما بقعتش عندي زيادة كنطلع كنخدم الغراز يعني ديالي كاملتان تكن وصل داك الموديلات باش نخدم الخيوطة اللي في جنابه كنموريتكم سابقا يعني كنخدمه كنزيرو الخيوط يعني ما كنزيروهمش بججاف وما كنخليوهمش مرخوفين كنمش تورش ما تدينك يطلعو نفس العبار ونفس القياس بيناتهم يعني ديال داك الفاراغات كما كتشوفو هنا يا غدي نستحو الحبة يعني ديال الراندة في الواسط يعني نخدمنا بذك الساطر اللي فرقنا بيه الخدمة يعني في السابق ونخدمتك الشاريط ديال الجوج الغراز باش نخدم مراندة الحبة كمشتو الحبة ديالنك تجي مستقيمة يعني ماشي مائلة وحدة طائحة على وحدة يعني بهذه الطريقة وبهذه التقنية اللي اعطيتكم يعني ممكن يعني تخدموا بها بكل بساطة وبكل سهولة وتعطيكم نتيجة يعني رائعة في الاخير والحبة كتجي معقودة يعني من جهتين كتجي من ذاك الجوانب ديالها مسدودة يعني في الخدمة عكس اللي كنا كنخدموه في السابق كتجي يعني مفتوحة من الجوانب ديالها يعني ذاك الفاراغي بقيبيا يعني ديال الجوانب هنا كما كتشوفوش كنربطوها بهذه الخيط يعني كتشد نهائيا من الجانبين بجوج كتجمع بوحدة المكان ديالها هنا كناخدو الغرزة اللي فوق يعني الحبة مباشرة سوف نستمر هذا بالخدمة ديالنا طل الاخير يعني كنخدم هات السامبل وهذه الخدمة الرسمة اللي الفوق أنا الخيط قربت سالية يعني كنحاول معاه يعني باش نكمل الاخير عاد ندفنه ديال الخدمات نمشي لنا مسرحة يعني في نصف طوق ديالنا ديالنا ويجي نفس العدد ديال السامبل الى هناك يبقى بين الرسمة والتوب نفس العدد بين الجهتين يعني الجهة الفوق والجهة التحت سوف ندفن الى الفتلة لكي نستمر معكم في الخدمة سوف نركب الفتلة جديدة كما تشوفون تبتها وسوف نعمر في نفس الوقت الخيوط بربعة سوف ندفن الغراز في كل جانب سوف ندفن الغراز مدقوقين سوف ندفن الخيوط كاملين لا ندفن الغراز لكي ندفن خدمة فينية وبينة صافية ونقية سوف ندفن الغراز سوف نحاول مكان الخدمه ملاسقين ومزيرين لكي ندفن كما تشوفون في وسط الخدمة لا تأتيش ناعسة أو تأتيش طائحة يعني مع الخدمة كما تشوفون الحسيرة كان خدمها مزيرة ندفن الغراز يعني واقفة في الخدمة هنا كان تبت يعني ذلك الحبة في ذلك الغرزة وذلك الفارغ ندفن الغرزة هنا كذلك كان خدم في ذلك الغرزة كما تشوفون مباشرة لتحت الحبة كان نربطها يعني تجي بعيدة ندفن الغرزة يعني على المكان الذي سنتبتها به ولكن كان نصرفها ثم توقف يعني ونتبتها من الجهة التحت وكن نخدم باقي الغرزة كما تشوفون وكن نوصل الزواقة لنصف الشيء نخدم اربعة الغرزة في كل الجانب نصف الشيء هنا بالجهة المقابلة نستمر نضيف الغرزة وكنائ فلنصف الجزاء للثمرة ونصف الغرزة نقوم باقي الغرزة الذي لديه التحت نقوم باقي الغرزة نقوم باقي الغرزة ثم تفعل الضغرزة نحاول أن هذه الضغطات يجب أن نضعها في مكانهم لتأتي الخدمة مطلقة من الجهتين من نفس الشيء من الجهة نضعهم بحجم صغير ويأتي منظم ويأتي الخدمة مطلقة من الجهة ويأتي الخدمة مطلقة من الجهة ويأتي ننظم دائماً ثقائياً ويأتي الخدمة لديها قيمة ويأتي الإتقان ويأتي الجمالية أرى الأحد الغرز ويأتي الخدمة من الجهاز ويأتي الخدمة من الجهتين يأتي الخدمة من الجهاز كما ترى هذه الخدمة كما ترى هذه الخدمة بصعوبة في الخدمة لأنها مزيّرها مزيّان ومدقوقة يعني واقفة في الخدمة كما ترى الخدمة الغرز كما ترى هذه الخدمة كما ترى الخدمة بصعوبة وسط الغرز وكذلك في الجانب الآخر نضيف الخدمة ونعمل هنا الغرز الباقية ونعمل هذه الخدمة يعني هذه الخدمة نعمرهم بالغرز كما ترى كما ترى يعني نقوم بصعوبة الغرز يعني نقوم بصعوبة كما ترى الخدمة كما ترى كما ترى كما ترى نعمرهم ونعمرهم خمسة الغرز ونعمرهم في خط مستقيم يعني ما يجيش عطيها تشكل يعني اهرامي بحلقة بحشكل مدلات تفاهمنا؟ يعني بجي عطيها تشكل بحل القليب مشبك كان سامر دباف الخدمة ديالي كما تشوفوا الفتلة قربات السلالية وتفتخات يعني كنحاول نبرمها يعني في الخدمة كما تشوفوا باش يعني تعطيني الطوع ومتقاش مفسوخها كذلك كنكمل الخدمة ديالي خمسة الغرز في كل الخط تلاخر كما تشوفوا وقفت في الخدمة كنكمل الخدمة ديالي بالاخر غرزة باش ندفن هنا الفتلة ومناخد فتلة جديدة باش نكمل الخدمة ديالي كنجبتك الخيط اللي تفنت قاعد كندير تقا ديال التوب يعني بسر ريفة ديال الفتلة جديدة كنطلع دابا قاعد كنطلع ديالي بالخيط اللي هندير فيه غرزة غتجي واضحة يعني باش نخدمها من بيت كنخدمو الغرز باربعة كما تشوفوا عندي ربعة الغرز هنا هدو مالغي يجيو تحت الزواق مباشرة كما تشوفوا يعني في الجهتين كنطلع دابا بالخيط اللي هنسد به الرشمة ديالي كنحاول ما امكان نزيره نخليه يكفيني ضربعات الغرز يجيو بيني في الخدمة باش نخدموهم من بعد كنطلع كنطلع نخدم باقي ديال الغرز كما تشوفوا هنا نفتح يعني الرندة ديال الحبة في الواسط زبرا مفهومة طريقة والتقنية ديال الرندة الحبة كما شرحت لكم يعني من بداية الفيديو يعني في الاجزاء السابقة كنخدم يعني هاد الشارط ديال الغرز سوف نصل لعادة ديال بعض الغرز في كل جانب وكنجمع الحبة ديالي كما تشوفوا غيب الخيط وكتجي يعني مستاقمة في المكان ديالها ومربوطة يعني من الجوانب ومسدودة من جوج الجهات كنخدها بالغرزة كما تشوفوا الموالية يعني كنخدها ونصرف فيها يعني الحبة ديالي باش كتجمع يعني من الجانب صافيو كنطلع كنكمل الخدمة عادي باش غنصد الزواق ديالي بالجهة الفوق كنجر كنجر نحن نشئ الخيط يكفيني ديال الغرز يعني من بعد يعني من بعد كنجر كنخدم هنا الغرز الثال الآخر يعني جهة التو كما كتشوفوا عندي أربعة ديال الغرز هنا هنا عندي أربعة ديال الغرز نفس العبار يعني بين الجهتين كنكمل الخدمة ديالي يعني كنهبط كنعمر كنعمر هنا في هذا الخيط أربعة ديال الغرز كما كتشوفوا كنخلي العوينات بيناتهم باينين لأن هذا بكن ست الرجمة ديالي وغير نخدمهم يعني من بعد كما كتشوفوا خدمنا يعني ثلاثة الغرز فاربعة ديال الغرز وزدنا أربعة هي ثمانية ثلاثة هي أحداش اثناش تلتاش اربعتاش خمستاش هادي 16 هادي 17 هادي 18 هادي 19 يعني باش وقفنا الحبه من الجهه التحت يعني الحبهات كيجيوا مسدودين يعني من الجوانب من الجهتين خدمنا 20 دابا 21 ها 22 ها 23 ها 24 ها 25 ها 26 ها 27 ها 28 ها 27 ها 30 ها 31 30 ها 32 ها 33 ها 34 ها 35 ها 30 ها 35 ها 35 الغرضا عندنا في نص طوق دياننا سوف نضيف الغراز في نفس الوقت سوف نضيف الغراز سوف نضيف الغراز كاملة و نضيف الغراز في الخدمة مع بادياتهم سوف نضيف الغراز و نضيف الغراز في نفس الوقت سوف نضيف الغراز سوف نضيف الغراز في نفس الوقت سوف نضيف الغراز في نفس الوقت سوف نضيف الغراز كمعاصر pume cdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpd كما تشوفوا كان قمس تمر تل اخير يعني كان عمر الغراز هذا سوف نجي نازل لكي ينطرز الزواقات يعني من الواسط وفي نفس الوقت كان قاك نزير يدف الخدمة كما رسيتكم سابقا يدف الخدمة ويسرح ويقوم بجوز الخدمة الغراز يدف الخدمة يدف الخدمة سوف نأخذ العوينة الموالية نكمل فيها الخدمة عادي الخدمة الحصيرة للي كذلك الثل الآخر يعني ذر الشماء اللي عندي التحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أولا ترجمة نانسي قنقر إيجابة أولا ترجمة نانسي قنقر كذلك ترجمة نانسي قنقر جسير كما تشاهدون هنا كانت طرز يعني يوجد غرز وسط هذا الرجمع في التحت وهذا نكمل الغرزة يعني إذا كانت مغطية عليها بذلك الطرزات نقلب عليها ونجبدها يعني لا تطيحوا هنا الغرز في الخدمة وتصدقوا يعني لديك مشكل من بعد في الحساب كما تشاهدون كانت خدمت للآخر ونفس الشيء سوف نفتحوا الرجمعات جدا يعني فوق الرجمعات مباشرة اللي خدمنا في السابق نفس المراحل اللي خدمنا أنا وياكم سابقا يعني كانت من الشرح والطريقة ديال هاد الخدمة تكون نفهمها كما كتشوفوا يعني مقطعت لكمش في التصوير ووريتكم كل شيء من البداية ديال نستوق يعني تطلقنا التوق ديالنا واستمرينا بالخدمة يعني في السابق ديالنا كما كتشوفوا يعني ما بقى عندكم دباتك شيء صعوبة او اشكال إذا تبعتوش شرح ديالي اللي شرحت لكم من البداية ديال هاد الشغل يعني ان شاء الله غادي تطبقوا بكل سهولة و بكل بساطة يعني كما كتشوفوا كان فتحوا الرجمعات جدا وفي نفس الوقت هذه نخدموا ورندة الحباء في الواسط كما كنا نستمروا في الخدمة ديالنا يعني بحال هاد الشكل تل نهاية نسطوق ديالنا وفتحة العنق كذلك ان شاء الله يعني ما زال ندير معاكم القسيم يعني ديال فتحة العنق بالنسبة لهذا الموديل في الجزء الرابع ان شاء الله وغادي نطرقوا التامن يعني ديال هاد الخدمة وتفاصيل الشغل ديالها كما كتشوفوا كان خدمة عند ذات الحباء ديالي نفس العادات كما اللي سبقوا ونفس التقنية كان نربطها بالخيط كنستمر في الخدمة ديالي يعني نكملها للآخر ونفتح الزواقاء هنا في الواسط يعني في الجزء الفوق كنت من نطبقه يعني هاد موديل ان شاء الله وغا تشوفوا يعني عن قرب شوفوا الشكل الجمالية دياله شي حاجة جديدة يعني وما تداولاش وغا تكونوا يعني تمس باقين لها ان شاء الله شي حاجة راقية ومميازة وفي نفس الوقت يعني فيها متعة في العمل ديالها يعني فاش كتبداوها وتمكنوا منها يعني ومن الحساب وكل شي يعني أرجيكم بسيطة وسهلة كما كتشوفوا كتخدموا يعني كل أرياحية سمحوا لي على هاد الأصوات حيث عندي القطوط كما كتشوفوا يعني كنربط الحب ديالي من جهة التحت فاش كنجي نازل كنستمر في الخدمة ديالي عادي كنخدم باقي الوراج نعم هكذا كنوقف الموتلات نص الشاي كي يجي نص العبار يعني مع اللي سبق وهذا الموتلات هو الأساس الزواقة إذا وقفتوهم جيدا في الخدمة رات الزواقة رات الزواقة راتجكم واقفة إذا كان الموت للطائح في الخدمة راتجكم نازلة كما تشاهدون بعد ما خدمت هنا ربحة للوقت خدمت هذه الحبات التي تشاهدون الرجمات الخدمة دينا تجيب هذا الشكل يعني نفس المسافة التي لدينا الحصيرة في الوسط نفس المسافة التي لدينا في الجوانب وكما تشاهدون هذا الشكل النهائي بسطوك دينا كيف يظهر يعني شيء حاجة راقية ومميازة وجديدة وجميلة في النظرة يعني كنتم أن هناك الإعجاب لكم إن شاء الله تجربوه وتطبقوه يعني موديل رائع يستحق يعني تجريبه كما تشاهدون شكل جديد وآنيق وصلنا نهاية هذا الجزء ما تنساوش تدعم الفيديو بجيم وإلى اللقاء في جزء المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر